بسم الله الرحمن الرحيم معاكم ميست اسراء مهران هنشتغل النهاردة مع بعض فيديو كده نتعلم فيه ازاي نعرب طبعا لطلاب الصف الخامس الابتدي عندنا مشكلة كبيرة هي اسمها الاعراب طيب هي ليه مشكلة اصلا عشان احنا لما بنجي نعرب مش بنفكر في خطوات معينة فاكرين الاعراب ممكن نحله مجرد نظر للكلمة لأ طبعا لازم فيه خطوات باتتابعها وبامشي واحدة واحدة عشان نعرف اعرب الكلمة اللي هي تحتية خط في الفقر يلا بينا نشتغل مع بعض بص كده لصفحة اللي قدامك بيقولك ايه بيقولك خطوات تعلم الاعراب لكن هتستطيع اعراب اي كلمة علينا شوية حاجات لازم نعملها رقم واحد طبعا هي تحديد نوع الكلمة واحنا درسنا في سنة ربعة بتدقي ان عندي حاجة اسمها اقسام الكلمة طيب ما هي اقسام الكلمة الكلمة عندي ياما اسم ياما فعل ياما حرف طيب هناخد طل قسمة منهم وهتكلم عن الوحد اول قسم معنا هو الاسم طيب الاسم ده ممكن يكون عامل ازاي ممكن يبقى اسم الانسان اسم مثلا زي احمد محمد نور مريم وممكن يجي لي اسم حيوان زي اسد قطة دب كلب وممكن يبقى نبات زي القمح ارز اي نوع من انواع الفاكهة برضو وممكن يبقى جماد زي منضدة طولة تلفاز وممكن يبقى صفة زي جميلة طويلة قصيرة زكية كل دي اشكال للكلمة اللي بتجي لي اسمه طيب هو هل الاسم ده ليه علامات يعني فيه حاجات معينة بدور عليها في الكلمة عشان اعرف احدد اذا كانت اسم ولا فعل او عندي اول حاجة يقبل الالف واللم يعني اي كلمة احط لها الالف واللم لو هي ما فاش ومش يتصح قريتها صح يبقى دي طبعا اسم طيب يقبل التنوين الفعل ولا الحرف ينفع حط لهم تنوين طيب يسبقه حرف جر يعني حرف الجر ده عمره ما يبقى بعديه حرف جر ولا يبقى بعديه فعل ينفع اقول في يلعب ينفع اقول على يكتب لا طبعا نفس الكلام ما ينفعش اقول حرفين ورا بعض تمام طيب تاني حاجة برضو يسبقه اداة نداء يعني اكين مش هينفع اندي على حرف ولا اندي على الفعل لانه مش هيستجيب للنداء ده اا اخر حاجة بقى اللي هو احيانا يقبل التاق الايه المربوطة مش دايما طبعا كل الاسماء تقبل التاق المربوطة زي مثلا كلمة وطن يعني كلمة وطن هي اسم لكن فيش حاجة اسمها وطنة فبالتالي احيانا وليس دائما يقبل الايه التاق المربوطة ده كده بالنسبة الايه ده كده بالنسبة للعالمات اللي قدر اميز بيها الكلمة واقول دي اسم نخش على البعدها طبعا الفعل هو اصلا اصلا يعني ايه فعل يا ميز هو حدث يعني حاجة حصلت مرتبطة بزمن طيب الزمن ده ممكن يكون ماضي اه ممكن يكون مدارع وممكن يكون امر هم دول ازمرة الافعال اللي عندي طب الفرق بينهم ايه اول حاجة هو عندك الماضي بيقولي هو حدث وانتهى في الماضي حاجة حصلت وخلصت في الماضي زي لما اقول شربة لعبة اكلة طيب بالنسبة للفعل المضارع لا المضارع بقى ده بيحدث في الوقت الحالي لست شغال مستمر زي مثلا يشرب يلعب يذكر ممكن اقول اشرب وممكن اقول نشرب ممكن اقول تشرب عندي حروف معينة بتبقى موجودة في بداية الفعل الايه المضارع اخر فعل عندي هو الفعل الايه الامر ده حاجة انا بطلب حدثها في المستقبل حاجة ما حصلتش في الماضي ولا بتحصل دلوقتي لسه هتحصل في المستقبل زي اشرب إلعب زي كر مينفعش اقول لحد اشرب وهو بالفعل بيشرب او خلاص خلاص شرب ولا نفس الكلام إلعب ولا زي كر ده كده بالنسبة لإيه ده كده بالنسبة للقسم التاني من اقسام الكلام وهو الفعل نخش على القسم الاخير وهو الحرف هو كلمة ليس لها معنى في هادزاته يعني مينفعش اقول الحرف باسكت ما استفدتش حاجة ومفهمتش حاجة طب امثلا للحروف ايه عندي طبعا حروف الجر زي مين إلى وعن وعلى وفي وحروف المتصلة زي الباق والكاف والإيه واللام عندي برضو حاجة اسمعها حروف العطف اللي هي زي سمة او وحرف الواو والفاء كل منها طبعا لهم ايه لهم استخدام خاص بيه وعندي حروف النفي المعروفة لنا اللي هي لا ولم ولن طبعا فيه فرق من الاولى والتانية والتالتة من خلال الازمنة يعني لا الاولانية ممكن انفي بيها حاجة في الماضي في المستقبل انما لم بنفي بيها حاجة حصلت في الماضي ولن بنفي بيها المستقبل تمام نخش بقى على الاعرابات اعراب كل قسم من اقسام الكلمة اللي احنا تكلمنا فيها من شوية هنا بقى هيبدأ الفيديو بتاعنا يبسط لنا ازاي الاعراب هنمشي واحدة واحدة ونبدأ بالقسم الاخير من اقسام الكلمة وهو الحرف فبيقولي اعراب الحرف سابت ايه هو اعراب الحرف؟ هو حرف مبني لا ما حل لها من الاعراب يعني سواء كان حرف جر او حرف عطف او اي حرف تاني اعرابه كده هو حرف مبني لا ما حل لها من الاعراب ده كده بالنسبة الاعراب الحرف طيب تحتيب يقولي اعراب الفعل اولا لازم اكتب كلمة فعل اكتب كلمة فعل بعد كده بعدها على طول بحدد زمنه اللي احنا لسه قلينه من شوية يا ماضي يا مضارع يا امر بعد كده بعمل ايه الخطوة اللي بعدها بشوف الفعل ده ايه على حسب زمنه بقدر احدد اذا كان معرب ولا مبني الفعل الماضي والفعل الامر مبنيان دائما مبنيان ايه؟ دائما يعني ما ينفعش اقول فعل لمودي مرفوع او منصوب او مجزوم او اي ان كان انما الفعل المضارع هو اللي بيبقى معرب بس في حالة اتصاله بنون التوكيد ونون النسوة بيبقى في الحالة دي ايه؟ مبني يبقى معدرش اقول مبني على طول بصفة عامة لا لازم يكون في حالات استثنائية لاعراب الفعل المضارع وزي ما قلنا هو معرب دائما الا في حالة اتصاله بنون النسوة ونون التوكيد دا بالنسبة لعراب الفعل اعراب بقى الاسم عشان ايجي اعراب الكلمة الاسم بعمل ايه؟ لازم احدد نوع الجملة طيب هي الجملة اصلا كم نوع؟ هي نوعين عندي جملة اسمية وجملة ايه؟ فعليه؟ طيب نتكلم الاول على الجملة الاسمية يعني ايه جملة اسمية؟ يعني جملة بتبدأ باسم فبسميها جملة اسمية لها كم ركن؟ لها ركن اساسيا المبتدأ والايه؟ والخبر طيب ما هو المبتدأ؟ هو بقى الاسم اللي جي في البداية هو ما جاء في بداية الجملة وبيكون اسم طيب ليه اعراب ثابت؟ اه هو دائما ايه؟ دائما مرفوع ده بالنسبة لمن؟ للمبتدأ طيب بالنسبة للخبر هو ما يتم من معنى الجملة الاسمية يعني من غيره الجملة الاسمية يبقى ملاش ايه؟ معنى طيب ليه انواع الخبر ده؟ اه ممكن يبقى مفرد وممكن يبقى جملة وممكن يبقى شبه جملة انواع الخبر دي هناخدها مع بعض ان شاء الله في سنة ستة فدلوقتي مش هنذكرها بالتفصيل نخش بعدها نتكلم على الجملة التانية وهي الجملة الايه؟ الجملة الفعلية برضو الجملة الفعلية تتكون من ركنان اساسيين هو الفعل والفعل يعني معنى كده انا انا بعرف الجملة الفعلية ان هي بتبدأ بفعل اه واحنا اتكلمنا في اول الفيديو ازاي بعرف الفعل طيب ايه المفعول به ده يا ميس؟ مش ده في الجملة الفعلية برضو؟ اه موجود فيها ولكن مش ركنة اساسي يعني ممكن الجملة الفعلية ما يبقاش موجود فيها ايه؟ مفعول به ممكن يبقى فيها زي ما احنا كتبين كده المفعول به ليس ركنة اساسي في الجملة الفعلية طيب مين هو الفعل ده؟ هو من قام بالفعل طيب المفعول به ده عبره عن ايه ده؟ هو من وقع عليه الفعل نفسه يعني لما اقولك شرب الطفل اللبن اكيد شربة هي الفعل اسأل السؤال واقوله هو مين اللي شرب؟ هيبقى الطفل يبقى هو الفاعل اسأل سؤال تاني هقوله هو شرب ايه الطفل؟ هقول شربة اللبن هيبقى اللبن اعربها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة تمام كده؟ ده بالنسبة للجملة الفعلية ندخل بقى على المفعول به بالزبط وعلامات نصبه علامات اعربه يعني هو دائما منصوب زي ما احنا كتبين كده طيب علامات النصبه بتكون ايه؟ بتكون يا الفتحة يا الياء يا الكسرة طيب امتى الفتحة؟ لو كان مفرد او جمع تكسير امتى ينصب الياء؟ اذا كان مسنة او جمع مذكر سالم امتى ينصب بالكسرة؟ لو جمع مؤنس سالم ندخل على اعراب جديد وهو اعراب الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر ده اسهل حاجة ممكن نعربها في حياتنا لان اعرابه ثابت مش بيتغير اعرابه بيبقى ايه؟ بيقبار عن اسم مجرورة علامة جره انا مش كتبع علامة الجر ايه؟ لانها بتختلف فكتبلك تحت علامات الجر مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنس سالم بيبقى مجروره علامة جره الكسر طيب لو مسنة او جمع مذكر سالم بيبقى مجروره علامة جره الايه؟ الياء زيه بزبط علامات ايه؟ النصب برضو المسنة او جمع مذكر سالم بينصبوا بالياء ناخد طيب جملة كده فعلية او جملتين و جملتين مثلا جمل الاسمية ونعربهم اول جملة عندي هربة اللص هي مكونة من فعل وفاعل فقط هربة ده هو الفعل الماضي مبني على الفتح طيب اللصة هتبقى ايه؟ هتبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعيه الضمة المثال اللي بعده بيقول لي شرح المعلمون الدرس شرح برضو فعل مبني على الفتح طيب المعلمون هتبقى فاعل مرفوع بالواو طبعا لانه جمع مذكر سالم انما الدرس هو الذي وقع عليه فعل الشرح هيبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح ده كده اعراب للجمل الفعلية نخش على اعراب الجمل الاسمية اول جملة عندي بيقول لي المعلم بارع في شرحه المعلم ده اسم جي في بداية الجملة هيبقى هعريبه ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعيه الضمة طيب بارع هيبقى هو اللي تم من معنى الجملة فهقول خبر مرفوع وعلامة رفعيه الضمة طيب فيه ده عبارة عن ايه؟ احنا نستقالين ان فيه ده حرف جر واكيد الاسم اللي بعد حرف الجر يعرف ايه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسر طيب المثال اللي بعده بيقول لي الطبيبان رحيمان الطبيبان هتبقى مبتدأ لانه اسم جاء في اول الجملة وابتدأ مرفوع بالالف لانه طبعا مسنة طيب رحيمان هيبقى خبر مرفوع بالالف لانه برضو مسن وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اتكلمنا فيه عن كيفية الاعراب بطريقة بسيطة يارب نكون اتدربنا كويس وان شاء الله نلتقي في فيديو جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركتو